أزر نوافل أحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرا بتكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ودات الخطوة بعد أيام قليلة من قبوله استقالة الحكومة وتكليفها تصريف الأمور وكان رئيس الوزراء الكويتي المكلف قد قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح الأربعاء الماضي وسبق هذا الإجراء تقديم وزراء الحكومة الكويتية ثلاثاء استقالتهم إلى رئيس الوزراء بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة وجاء هذا في ضوء ما ألت إله تطورات الأوضاع الرهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقضيه المصلحة الوطنية